هنا الترقة اللي دخل على قوت المكتب الصوباء عبتهاته فترقة فيها بروتريهات كتيرة رسومات عملوها رسامين اللي كانوا مشتنلوا مع الله وديئة ده مواحدة يمكن أمالها رسامة غاندة كان معروف سنة 48 أهدايتاني الوفاء يا إحسان فلتكن هدياتي إليك أنت أنا ما عرفش إيه اللي حصل بس يعني هو دي كان إحساسه ده طبعا هنا صلاح جاهيم وكاتب بيقول له الكاتب المصري صحى شعبنا النعسان وعلموا كلمة الحرية والإنسان وكلمة الصورة أهداها لكل لسان عاشت بلدنا وعاش الكاتب المصري وعشت للشعب كاتب مصري يا إحسان صلاح جاهيم 24 8 55 فده كان الإحساس اللي هو في الخمسينات فتح الباب للمواحد كلها نتيجي من ضمنهم الرسامين فدي صلاح جاهيم دي برضو صلاح جاهيم طبعا يعني حطيت الوردة هنا والتاع يعني دي رجائي هو أظن هاجل راح أستراليا دي إحجازي وحطت هنا دي أسماء الروايات يعني كل واحد بيعبر عن إحساسه وهو كان دامني يشجع ويدي يعني دي مثلا واحد معجب بعد وفاته جمحة لنا فعلقناه لأنه هو كان دامني يعني ما بيحبش يعني كل واحد يجبي بيحاول أن هو يدي الأراء دي ده ناجي ده زهدي ده هنا جورج بحجوري موجود لسه بيرسم ده حسن ده هنا عبد السميع ده كان مهم أول في أغلفة وزال يوسف عبد السميع كلها صور لنيس بتحب إحسنها بالقدوس ومتصورها فيه ده هنا مثلا إيه كيوبيد كيوبيد وقلوب هنا مثلا برضو ده مين ده ده النحاس باشا وده أظن فوتسورج فهو سياسة وكفاح سياسي لكن برضو فيه المرأة بيحاول يعني كل واحد بيكتب هنا صحافة أخبار يعني كل واحد بيعبر وهنا إيه يعني ده ماسك ريا شلتان موسيقى 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 موسيقى